السلام عليكم ورحمة الله رجعوا لواحد السباق كنت بغي نزلوا هذه واحد الأسبوع سباق 800 ميطر ملتقى باريس يوم 9 جوان في 23 هذا أرنب السباق كينيامال اللي كان جاء الثاني في ملتقى الدوحة البطل الجزائري سجداتي وصف بطل العالم واللي كان جاء الثالث في الدوحة وان يوني أحد الأبطال الأقوية في كينيا الرابع في بطلة العالم يوجين بذي الموسم قوة وان يوني كان جاء الثالث في ملتقى الرباط والثاني كان هو كينيامال ماركو أرور بطل كندي الثالث في بطلة العالم يوجين ملسولي من بطل إفريقيا وكذلك كله في الدوحة وبدل الموسم بواحد القوة كبيرة كورير بطل العالم بطل أولمبي بطل ما نفهمش أصلا لأن كورير ما كتشوفوش في الملتقى بقوة ولكن بطلة العالم ملأ في الألعاب أولمبية كيبان فالحلبة البريزية حلبة سريعة الدورة الأولى في السباقة تكون سريعة بزاف خمسين ثانية تمامية ميطر مسافة كتعرف الشراسة كتعرف الاحتكاك لأن حتى الزمن دي الأقصير بزاف ماركو أرور بو يحب الإيقاع السريع تم وقوع متأخير دي البطل بطل العالم كورير يعني في شو المرتبة ديالو العدائي الجزائريين تنعرفوا أنهم تحبوا يطلعوا من الخلف الدورة الأولى خمسين عشرين إيقاع سريع جداً أروب يكمل العمل هنا المئة متر الأخيرة السعود السجداتي وكذلك مولا وانيونيي وأروب لا يتراجع الفوز يكون ديال وانيونيي ماركز سريع مولا وماركز رابع السجداتي رجعوا القبل من المئة متر فهنا بالضبط إنطلاق ديال المولا كانت مع طلب بعض الشيء الكلوار كانت مسدود عليه فكو كان ربما في موقع أحسن ربما كان يدير ريزولطات أحسن بالنسبة للبطل لبادي الموسم بقوة كبيرة بطل إفريقيا وربما ربما يقدر يكون في بطلة العالم القادمة يكون في البوديوم على ما أدون لأنه عنده سرع نائية كبيرة يطور مستوى فهد الصباق تنزل الحاجز ديال أول مرة يعني كيهبط على الحاجز ديال الواحدة الربعة وربعين طور المستوى دياله وزاد في الإيقاع دياله في الدورة الأولى كذلك المواطن دياله وسجداتي كذلك تطور مستوى كذلك بي بي فد الصباق هو صباق تحسن في بعض الجزئيات أخيرة في المنافسة يعني قال عدائين عندهم مستوى متقارب خصوصا اللي يجب في المراتب الأولى كتلاحظوا أن كل شي يدخل في تقاة واحدة يعني جميل عدائين اللي أقوئ فد الصباق دخلوا في مرة واحدة مستوى متقارب وان يوني اروب مولا سجداتي واحتى روبير الفرنسي كينيا مال كذلك بطل مزعيج من كينيا كينيا عنده واحد الاربعين العدائين اللي يقدروا أنهم يكونوا حاضرين يعني كتشوفون الجزئيات بس تسمى الصباق يعني سعب أنك تعرف من هاد الصورة شكول اللي ربح ولكن الجزئيات هي اللي حكمت في الأخير جميع الأبطال عندهم مستوى متقارب كينيا بطبيعة الحال عندهم واحد المستوى كبير كذلك العدائي الجزائريين مستوى ديلهم تطور فد الأوين الأخيرة فد العام بالخصوص حطموا الأرقام ديلهم الشخصية إلى زادوا صباق في نفس المستوى احتمال كبير أنهم يكونوا في البوديوم العالمي في بطولة العالم المقبلة اللي قد تكون في بودابيست في هانغاريا وكين ترجعوا تكوري البطال العالم ولكن هذا العداء دي ما كيفاجئ وان يوني اللي معرفنا شنو يخبي هذا العداء كان الرابع بطلة العالم السابقة ولكن ممكن أنه كذلك يكون حاضر في البوديوم العالمي لأنه حاليا هو الذي يحقق الوردليد فهذا كان تحليل صباق باريز 800 م 1.3.27 تتحطم الوردليد اللي كان عند وان يوني اللي كان دارو في كزاراني في كينيا فكان هذا صباق 8.8 م باريز 2023 كشكركم كثير للمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته